اهلا وسهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم اميرة يحيا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الاميرة المجتمع المصري والشارع المصري دائم الحراق كل يوم قوانين جديدة وقرارات جديدة بتخلي الشعب كل يوم بيقول يا طرى يا هل طرى هيحصل ايه من اهم القوانين اللي اصارت جدل واسع جدا للفترة اللي فاتت ومازالت الى الان والحد الان فيها تفاصيل كتير جدا الجمهور والمواطنين مش عارفين عنه حك هو قانون المصالحات اي انسان بيكون عايز يبني حياة افضل بيدور على امانه واستقراره المواطن المصري من اهم حاجة عنده امنه وارضه بيته فبيبقى بيدور طول العمر انه هو يبني ويعمر ويحط الاساس لامانه طب لما يجي في يوم من الايام يقولولي لا ده انت مخالف كلمة مخالف اول حاجة بتيجي في دماغنا اول ما نسمع كلمة مخالف يعني ازالة طب ليه وازاي بيتي اللي شقيت او شقتي اللي شقيت علشان اجيب فلوسها وابني البيت ده علشان اكون فيه اسرة واملهم حياتهم يجي في يوم وليلة يتهد والسبب مش مننا لا السبب ممكن يكون حاجات كتير خاطئة طول السنين اللي فاتت طيب دلوقتي المواطن المصري جاله قرار انه هو عنده مخالفات قانون المصالحات هل هو مع او ضد مصلحة المواطن المصري الانسان او المواطن المصري طبعا هدفه اهم حاجة انه هو يحقق القانون علشان يكون عنده حقوقه اللي يقدر يطالب بيها ويدفع عنها طيب انت جاي في فترة سيئة جدا فترة كورونا كلنا العالم كله اقتصاديات العالم كلها تأثرت بجائحة كورونا والمواطن المصري زيه زيه كل انسان قاعد شهر واثنين وثلاثة في البيت حتى لو هو عنده فلوس شايلها على جنب فهو قريدي كده كده خدها وصرفها الفترة اللي فاتت لحد ما تعدي الجائحة ولسه بنقول يا هادي والبلد بدأت تشتغل تاني طيب انا مواطن عايز اتصالح سواء كان خطأي او مش خطأي الاجراءات اللي احنا عايزين نقوم بيها ايه الهدف اصلا من قانون المصالحات اصلا قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف منه ايه الغاية منه ايه وهل في صالح المواطن ولا ضده طيب احنا في الايام الاخيرة شفنا كتير جدا من دعوات الاحتقان والغضب نتيجة للقرارات ونتيجة للقوانين اللي احنا بنشوفها في الفترة دي وطبعا الناس مش مستحملة طيب الدعوات دي هل اثرت على الشعب المصري؟ تسخين الرأي العام وبلبلة الرأي العام وتأجيج المشاعر وان انا اخد من القضايا اللي عندك او اخد من شكوتك واستخدمها سلاح علشان تنزل وتدمر بلدك؟ لا خلاص ما بقتش المواطن المصري بقى واعي عارف عارف ان دولته بتحاك حواليها المؤامرات من جميع الاتجاهات ليه؟ علشان تضرب له استقراره هو ده الهدف ان المواطن المصري والدولة المصرية تبقى دولة غير مستقرة طب الدولة المصرية خدت قرار بالبناء والتنمية خدت قرار بالبناء والتنمية والحرب في نفس الوقت بس انا بقول رسالة مني انا كاميرة يحية بقولها لاي مغرض اي عميل لو حاولت مهما كان تأجيج المشاعر وتستخدم المشاكل المواطن المصري واعي حلقتنا النهاردة حلقة توعوية حلقة تنموية هنتكلم فيها عن قانون المصالحات وكمان هنتكلم عن قانون التصالح في المخالفات وهنتكلم على اهدافه وهنتكلم على ايه الغاية منه اصلا وهل في صالح المواطن ولا لا واستقبلت العديد من الاسئلة من المواطنين اللي عايزين يفهموا اصلا يعني ايه تصالح وانا عندي مخالفة ولا ما عنديش مخالفة طب لو حصل كذا الدولة هتامل معي ايه هسيبكم وارجع لكم بعد الفاصل مع المستشار القانوني أستاذ وليد عبد المصود رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية علشان نتكلم على قانون التصالح في مخالفات البناء وكمان هيكون معنا شهادة من أحد المواطنين أحد المخالفين الراغبين للتصالح مع الدولة هسيبكم مع فاصل هو فيديو عارض أمام السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي الفيديو ده بيورينا إزاي البناء المخالف العشوائي أضرب البيئة الزراعية البيئة الزراعية يعني هي أكلنا يعني هي أمانة يعني أنت لو تملك سلاحك وغذائك فأنت ملكت قرارك أسيبكم وارجع لكم بعض الفاصل مع ضيوف الكرام أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى قانون رقم 17 لسنة 2019 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أو ضحة حاليا هو الشغل الشاغل للرأي العام في الشارع المصري يشرفنا ويساعدنا أن يكون معنا المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معا لإنجاز الأسرة المصرية أهلا وسلم بحلاجات المستشار قانون صعب كله لغط كله تساؤلات الناس كلها بقت مش فهمة حاجة الفيديو اللي احنا شفناه حضرتك يعرفنا أن احنا مصر كلها عندها مشاكل في البناء في البداية عايزة أعرف من حضرتك إيه هو قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ في قانون التصالح في جزئتين مهمين جدا تفصلنا ساعات قليلة على ذكر وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فنوجه التحية ونوجه الترحم على زعيم خالد عاش من أجل مصر ومات من أجل مصر والأمة العربية له إنجازات ستظل على مدار التاريخ حاضرة وهو الحاضر ما بقولش الرحيل لأنه لم يرحل يوما كان هذا الرجل منبرا للدفاع عن الأمة وعن مقدرتها والمقاومة ضد السويونية والاستعمار هذا الرجل ستبقى علامات إنجازاته في التاريخ المصري إلى يوم الدين زي المعجزات الفرعونية كده سيبقى السد العالي والترفيزيون المصري والسد قاهرة والعديد من المشروعات وقرار تأميم شركة قناة السويس العظيم أكيد طبعا الجزئية الثانية اللي نحب إن احنا نتكلم فيها في هذه الأيام وهو النداء ورسالة للشعب المصري مصر يحيد بها الأعداء مش مليون دولد على مدار التاريخ احذروا المصريين لو أي حد زعلان من أي حاجة حتى بما فيها قانون التصالح اللي هنتكلم عنه اوعي تهدم بلدك بيوش العثمانية الغازية الباغية موجودة في ليبيا تنتظر لحظة بس لحظة الأمن القوم المصري والاستقرار اللي مصري تحظى بيه طبعا يعني هي أهم حاجة عند المواطن المصري هو أمنه واستقراره طبعا النهاردة ما بستوش وشفتوا أصحاب الدعوات المشبوهة دعوات هدم مصر بتخرج من فين؟ ده بتخرج من تركيا وقاعد مستشار الرئاسة التركية اللي هي بتعتدي على ليبيا وبتعتدي على سوريا وعلى الأمة العربية وعايزة تاخد مقدرات الشعب المصري وتنهابها في شرق المتوسط البحر المتوسط مصر العظيمة ربنا ننصرها وكلنا ثقة في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قيادة الجيش المصري العظيم الباسل بس احنا برضو كمصريين علينا عابر ان احنا نساعد على الاستقرار اللي تحصل وتحقق بمعجزة على كل مقياس سياسي سيكتب ان الجيش المصري حافظ على الدولة المصرية يعني في أحداث بالغة التعقيد ومش بس كده ده بيحافظ على الأمن العربي والأمن القومي يعني لما أعلن الرئيس من كم شهر أو من كم أسبوع عن أن سرت الجفرة خط أحمر هل اقترب أي من أعداء مصر؟ نساعدتها هي فسعلا خط أحمر ومحدش جرؤ انه يقرب طبعا ولذلك المليارات دلوقتي بتشتغل والدعوات الهدمة بتشتغل لأنهم منتظرين بس يحصل أي لقدر الله هزة داخلية فينتهزوا في فرصة معين ده وارد في كل الدول هو وارد وإحنا طالعين يا فندم من جاءهة كورونا يعني بما أن احنا لسه ما تكلمناش على قانون التصالح احنا دلوقتي طالعين في أزمة من أزمة اقتصادية وما زلنا لسه موجودين فيها زي الأزمة الاقتصادية لما بنقسها على المواطن المصري فهي كمان على الدولة طبعا فإحنا كمواطنين مصريين المفروض أن احنا نعمل إيه؟ عشان نحافظ على بلدنا المفروض أن احنا نتحمل النهاردة لو أني في أسرة وانت عارف حقيقي أن أنا مهموم بقضايا الأسرة المصرية أكيد طبعا حضرتك رئيس مبادرة للأسرة المصرية طب لنفرض أن الأب حادث له حادث لقدر الله وأصبح غير قادر على الكسب هل بقى ندرب أبونا ونطلعه بره ونتبره منه ولا الأسرة دي كلها هتتحمل وهنيجي شوية على مصرفاتنا وهنيجي شوية على متطلباتنا الأسية والأم هتساعد شوية على قد ما تقدر الأم المصرية العظيمة اللي هي وقفة في كل المحافل السياسية والعمل ومحافل الاجتماع بتحافظ على الدولة دي هل النهاردة هنفكك أسرتنا؟ هنفكك بيتنا؟ ولا هنتحمل الظروف؟ هنتحول نحاول نساعد طبعا فالنهاردة الجائحة جائحة كورونا هي لم يحدث تدعياتها على المواطن المصري والدولة المصرية ولكن على العالم كله حتى الدول العظمة الدول العظمة تعاني من كساد في الاقتصاد ويقدر الخبراء الاقتصاد على مستوى العالم أن هذا الكساد سيكون الأعلى معادة على مستوى التاريخ على مستوى التاريخ طبعا مش بس يعني زي اللي حصل في سنة 1929 قطاع السياحة يا فأنت ما تضررش بس في دولة ما بسبب أحداث ما أو غيره قطاع السياحة اللي هو يعتبر هو مصدر الأساسي طبعا بعد اكتشافات البترول حبار البترول الكثير من أهم المصادر بقت السياحة السياحة تكلفت تريليونات الفترة اللي فاتت طبعا ففي دول العالم كلها؟ كله يعني قطاعات توقفت عمالة منتظمة توقفت محاكم مصر توقفت العمل قضا يتوقف لفترة طويلة هتلاقي حتى في مجال المواصلات في كل الأماكن على مستوى العالم كلها أنا عندي أصدقاء قاعدين في أوروبا بيعانوا وإحنا شفنا شفنا دول عظمة وشعوب متحدرة بتكسر السوبر ماركت وبتقتحم المولات وبتاخد منه الأغذية لنقص سلع وكذا لكن مصر الحمد لله وعلى الرغم من الزرف ده أنا شخصيا كنت خايف في أول الحظر وقلت ربنا ينسر ومصر تعدى الأزمة دي على خير ما شفناش سلع نقصت ما شفناش نور القدار مصر أرض الكنانة يا دكتور مصر محنية الحمد لله وهتفضل محنية اليوم الدين بإسم رب العالمين ربنا حافظ هذا البلد وربنا هينصرنا دخلوا مصر إن شاء الله آمن واللي فاكر اللي فاكر للحظة إن الرئيس ده ما بيعملش صالح البلد عنده مشكلة كان يقدر على فكرة يبقى وزير دفاع ويعيش كده وبدون ضغوطه وبدون أعباءه وبدون مناس تعمل الرجل وقف لمصر وبيسعى لصالح مصر منصب رئيس الجمهورية حاليا عبق على أي شخص وأي زعامة وأي قيادة مهما كانت قدراته فالله يكون فعونه ربنا قوي وهذا ليس تملكا ولكن هذا شهادة للرجل الرجل سيكتف في التاريخ أنه أحد الأبطال الشعبين في تاريخ مصر هو قال أنا هاخد قرارات على نفسي ما فيش أي رئيس قدر ياخدها عشان الغضب غضب الشارع برافو على حضرتك هو قال أنا هاخد القرارات أنا نفس الراجع اللي هو وقت إعلانه الترشح لما تم استضافته في أكتر من مناسبة مع بعض الإعلاميين الكبار قال هتتعبوا معي تمام الرجل ما قالش ليه؟ لأنه رجل مخابرات وفاهم الوضع اللي فيه مصر مصر أصبحت مليئة بالعشوائية نستطيع أن نطلق على مصر العشوائيات في العالم العشوائية في البناء اللي إحنا جايين نتكلم معناه النهاردة العشوائية في التعليم العشوائية في الصحة العشوائية في مجال كتير أنت حضرتك بتهدم العشوائية لازم من ضريبة ولازم من تكلفة بناء مصر الحديثة أو مصر المتحدرة مش هيوبة ببلاش ومين هيتحملوا غير المصريين مين هيتحملوا لو إحنا النهاردة بنعمل بنعيد إصلاح الشقة بتاعتنا الشقة الصغيرة ده هتتكلف فلوس على فكرة وهتعمل عبقة على أي أسرة وهتعمل ربكة اقتصادية لنا لغاية ما نخلصها مظبوط فما بالج ببلد فما بالج ببلد احنا بنتكلم النهاردة وموضوع حلقتنا عن مخالفات البناء وقانون التصالح حبا النهاردة حلقتي تبقى مختلفة عن أي حلقة طبعا حديق قيمة وقامة قانونية معاين لشرح القانون وتدعياته والهدف منه وهل هو في صالح المواطن أم لا ولا هو في صالح الدولة وأيا كان أنا بعتبر أن مصلحة الواطن والدولة المفروض أنها تكون مكملين لبعض مش ضد بعض والعكس بقى النهاردة أنا هعمل حلقة تبطرية مختلفة شوية أنا جايب أحد الضيوف الراغبين في التصالح مع الدولة وقام بكل الخطوات والإجراءات للتصالح وطبعا استقبل شوية من العكوسات واستقبل شوية من اللي حابين ينصبوا عليه أو اللي حابين ياخدوا منه فلوس أو 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 فأضع حضرتك أن احنا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا أستاذ أحمد الهلالي أحد المخالفين والراغبين في التصالح وكمان هو أحد أفراد المجتمع المقدني لتوعية المواطنين وتقديم الخدمات لهم بدون مقابل نطلع فاصل ونرجع مع ضيوفنا نستكمل حلقتنا ورجعنا لكم تاني من جديد وبقرر الترحاب مع المستشار وليد عبد المقصود وبرحب جدا بأستاذ أحمد الهلالي أحد المخالفين والراغبين في التصالح وأيضا هو أحد أفراد المجتمع المدني اللي من قطر ما هو شايف مشاكل وهمون من الناس هو بيقوم بتقديم الخدمات والمساعدة لهم دون مقابل مساء الخير يا سيدة حافظ سيدة نوري فاند شرفت من نورة صلوان الأن شرفت من نورة صلوان الأن قبل الفاصل كنت بتكلم مع سيادة المستشار وتكلمنا على قانون التصالح ودايما الشكوى اللي بتيجي وده طبيعي جدا أن احنا صوت المواطنين بتكلم على أنه ايه أنا ما معيش فلوسة صالح أنا عندي مخالفات أنا ما كانش لها دعوة أنا مثلا أنا اشتريت ومكنتش عارف أنه مخالف حضرتك إحدى مش هقول المتضررين من القانون لا هقول الراغبين في تطبيق القانون حضرتك في البداية تحكي لي ايه الهدف اللي خلاك تحب أن انت تيجي معي وتقول أنا عايز أتصالح مع الدولة أو أقول ريدي حضرتك قمت بكل الخطوات دي علشان تنقل ايه للمواطنين أولا مساء الخير أنا حابب أقدم الخدمة دي لأهالي منطقة مدينة نصر الحي العاشر وعزبة الهجانة المنطقة اللي هي فضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى كل أهالي الحي العاشر لهم فضل كبير علي بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى أنا بداية كلامي بس أحب أقدم نفسي أنا اسم أحمد عدلي الهلالي من صهاج من مراب من هلال جيت الحي العاشر تقريبا في سنة 2002 يعني حوالي 18 سنة تقريبا 18 سنة الزبط كده فانا أنا جيت الحي العاشر باقع متجول بداية حياتي أنا كباقع متجول في الشارع طالع من بيئة كويسة في الصيد بس ظروفها المادية على قدها اشتغلت وكفحت وقدرت أوصل لمستوى كويس قدرت أحقق كل أهدافي قدرت أتجوز قدرت أفتح بيت قدرت أفتح مشروع فحابب أرد الجميل أولاً لبلد مصر الحبيبة البلد اللي أنا حاببها وحابب طرابها وحابب دايماً أكون في أمان مبداياً مش لازم أكون رئيس أو وزير أو عضو مجل الشعب أو أي جهة مسؤول في الدولة عشان أقدر أساعد أهلي أو أهل دائرتي أو أبخل عليهم بأي معلومة أنا أقدر أنفيدهم بيها أنا مواطن عادي جداً خالص حصل على دروب لهم التجارة لسنة 2005 وحابب أفيد أهلي وناسي من بعض المخلفين أو من بعض سكان المنطقة أو من بعض سكان مييت نصر أو من بعض سكان عزبت لهجان فخط التجربة أنا طبعاً في سنة من السنين كنت مقدم مذكرة لسد المحافظ كان مع بعظيم وزير على أني لازم نوضع حل أنا راجل قمت بأعمال مخالفة حيزة أصطلع عنها يعني حضرتك كنت مقدم المذكرة لأنه أنت عايز تقنن أوضاعك القانون يعني تخلي أوضاعك تبقى قانوني قصة مختصرة يا فندم أنا حابب أكون تحت طورة القانون أنا ليه أهرب من القارون جوائز نموذج ومثال جاي أنا أولاً أنا جاي هنا يا فندم هدفي إيه أنا لما أنا كنت متضرر أنا هشرح لك الصورة على الأرض الواقع أنا صاحب المكان ده يا فندم موجود في الحي لعيش مينة تصممتية السويسري المكان ده أنا تقريباً اشتريته في سنة 2013 المكان أباراً يا فندم كان عباراً عن شقة سكنية وقمت بتحولها بتغيير نشاط لمحلات تجارية اتعمل مخالفة مباني واتعمل مقارمة تقريباً حوالي 178 ألف جنيه طب أنا عشان واتعمل لي محضر واتعمل لي جنحة وحبس كذا حاجة بالوقت القانون هو نفس القانوني اللي عمل للغرامات دي هو مدد لي إيدي الخير ويقول لي تفضل تعال اصطلح عندي تعال اتفضل احنا هنصطلح معاك وانوفق لك أوضاعك ليه ما رحبش بحاجة زي كده رقم واحد أنا الأفضل لي أن أنا أمشي في طريق مستقيم ولا طريق غير مستقيم الأفضل لي طريق مستقيم مثلا بيقول حضرتك امشي عدل يحتار أي عدو تمام تمام فندم أنا دلوقتي مشيت مشيت بحاول أمشي عدل أمشي عدل مش عدل على ما كانش فيه تفاهم ما كنتش عندي خلفية كافية ما كانش فيه قانون خاضع للترخيص وما كانش فيه رقابة وما كانش فيه رقابة والفترة دي كانت فترة برضو البلد كتخرج فيها عن الساترة كتت فترة الثورات وفترة كبيرة عشنا فيها معاناة غير عادية طب دلوقتي احنا بلدنا الحمد لله بفضل الله من أأمن البلد في العالم وأنا بقول الكلمة دي وأنا واثق من اللي أنا بقولوه من أأمن البلد من أأمن البلد والفرق ده يعني أنا بتكلم به أنا حاسس به كان راجل مواطن كنت في ثورة وكان لا يوجد أمان وكانت حوادث سرقة عربات بتحصل حوادث أتل بتحصل اعمله حصر للأواضي على مدار من سنة الثمانين لحد مثلا سنة الثورة شوفهم كم قضية حصلت واعمله حصر من سنة الثورة لسنة تولي المنصب صدر عبدالفتح سيستجمهورية الحصر أديه ومن بعد ومسكت القديم فترة انفلات انفلات أمني وإحنا كشعب مصري بنفهم الحرية غلط أنا بقولك حريتك ممكن تمشي على كبر اكتبار عكس ممكن تحط مسدس في جنبك ممكن تعمل بلطاجة على أي حد إحنا معنا الحرية معناها إيه؟ لازم مبدئيا نتكلم في نقطة النظام النظام ده أساس من أساسات العمل لما يكون أنا في حياتي منظمة بالتالي هقدر أرتب شغلي يطلع مزبوط حياتي تبقى مستقلة وتبقى مزبوطة أنا النهاردة خلفت مش عيب إن أنا خلف بس العيب إن أنا أكامل في مخالفتي وما استفدش من القانون اللي موجود ده القانون اللي موجود ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنت عملت مخالفة ارتكبت مخالفة أنا واخد الشقة دي سكن وبالفعل العقد بتاعي بيقول الشقة دي سكني والعقد ده صادر من جمعية التعوانيات باسمي يا فندم ويقول إن الاستخدام الشقة دي سكني أنا قمت حولتها لمحالات تجارية أصبحت دلوقتي ارتكبت مخالفة واضحة أنا اللي ارتكبت المخالفة ولا الدولة لا حضرينك يبقى من حق أنا أنا لا استلح الدولة قدمت لي إيديها يبقى أنا أحطي إيدي في إيدي الدولة وأقول إن أنا موافع على التصالح حولت من السكن التجاري طيب أنا اتعمل لي كام محضر اتعمل لي كام قرر إزالة كل التكلفة دي هتبكلف مين الدولة لما بتطلع بتطلع بتستخدم لغدر بتستخدم تنفيذ إزالاء عمال بتستخدم وانتسين أنا بجد معدات الدولة وبجد تأمين وبجد اسم وبجد حي وبجد كل الجهد كل دي مصاريف مكلفة على الدولة مكلفة على الدولة وذلك بترجع علينا في غرامة في صورة غرامة غير الإزالة اللي بتتم علي ما دي تكلفتها بكام أنا عملتها بكام وهعملها تاني بكام وهشيل الشيء اللي تقصر ده بكام يبقى أصبح التكلفة بأضعاف أضعاف أضعاف قانون التصالح طيب الدولة هسي دي لغد كل الكلام ده قلتلك بشكل ببسيط وشكل مبسط تعال اصطلح معي بالبلد كده احنا يعني ايه؟ انا رجل سعيدي وحب اتكلم بطبيعتي الدولة مدتلي يديها ليه ما حطش ايدي في ايد الدولة؟ طب ايه اللي هيعود علي؟ انا النهار ده شاري للمكان ده وعرف انه سكني شاريك قيمته هينفترض مثلا مئة ألف بمجرد ما انت بتحول من السكن للتجاري اقيم السوقية بئت مئتين ألف طب ايه المشكلة ان انا اطفع عشرين ألف وكسبت ثمانين ألف انا بتكلم كيعني بدي مثال بسيط يبقى اصبح دلوقت القانون ده انا كمواطن مصري القانون ده في مصلحتي طيب مجرد ما بصلح بتشال عني المخالفات بتتشال عني الإزالات بيوقف عني الحافس اللي طلعلي والغرامات اللي طلعوا لي بقى واضعي المدني بقى كويس وفي نقطة كمان يا أستاذ احمد انا عايزة ألفة نظر حضرتك ليها فضل وحضرتك هتأكد معي السيطة المنتشار لان دي مشكلة كبيرة جدا بتقرقني انا كده بوقف الفساد بالزرع انا كده بوقف قدام اي مواطن او اي موظف مرتشي بمعايا رقصة مكاني في الدولة في الحية او غيره او غيره طبعا مش هنكذب ونقول لا مفيش هي في فساد بس مزايا اول في مية الفساد قال لي يقولي النهاردة هيعدي عليك فالي هو ايه شفنا بحاجة لحد تاني يوم انا هلفت بس نظر حاجة النهاردة سادع رئيس الجمهورية سادع فتاح سيسي لما بيمر بسيارته الخاصة بدون حرص واظن شفنا ده مباشر كلنا وشفنا ده كل ده مباشر طيب يعني هو رئيس الجمهورية ده هيمر على مية وعشرة مليون او مية وعشرين مليون ايا كانت عدد الدولة ايه طبعا طب احنا ما نساعدوش ليه ما نساعدوش ليه انا واخوتنا ليه هو ده السبب اللي جان عشانه النهاردة ليه ندي وادنينه للاشعاعات واصله واحد يطلع يقولك هو مش فاهم ما هو بيقوليه انا زي ما قلتلك انا فهمي يجيه عن طريق ان انا مشيت في الاجراءة ده بنفسي وقدرت اكتسب خبرة كبيرة فيه اللي بيمشى في الشارع بيورق يعني يصدر اشعاعات لا ده سنة 2008 ما اصطلحش لا اصله الشارع اللي عماره هو الاستلح لا اصطنى مش انا اللي خلفت كل الكلام ده كله كلام اشعاعات وكلام بيرجعنا الورد واحنا مش هنسمح لده تحت اي ظرف بس انا بتكلم ان هو المواطن دلوقتي ما عندوش توعية يعني هو دلوقتي مش فيه حلقتنا دي حلقة توعوية انا بناشد الساد المسؤولين لازم تبقى فيه توعية كافية على جميع القنوات ولازم يبقى فيه قوانين موضحة ايه الخطوات اللي بتتم اللي انا هشرحها الاهلي واهلي ديرتي واهلي وناسي الموجودين في مصر كلها وبين خصوص في منطقة مدينة نص وعلى رأسهم عزبة الهجانة لان دي انا عند حي شارع مدينة نص تسعين كيلو متر مربعة يعني المساحة عايزة اربع خمس احياء يخدموها اوه طميم فالنهاردة انا جاي اوضح ليه الوعي اهم حاجة النظام اهم حاجة ان انا فيدك بمعلومة تكون عندي ده ده شيء جميل ده مبادرة جميلة لازم كلنا كمصريين نستفيد منها انا جاي دلوقتي علشان قاطر اوضح ازاي تقدر تستلح على المخالفة بتاعتك وجاي اتحدى اتكلم تحديدا هدى بتغيير النشاط بمخالفة المباني بمخالفة الروف بمخالفة الردود بمخالفة البروز بمخالفة اليافطة كل الكلام ده احنا هنتكلم فيه بشكل سوى حضرتك المرتكب المخالفة او شاري المكان مخالف او صاحب العقار هو الارتكب المخالفة وهبدأ حضرتك كلامي بشرح توضيحي عن نفسي عن الملف اللي انا قمت بيه طب قبل ما نبدأ ونتكلم على شرح الملف اللي حضرتك بيه احب بس لمشاهدينا اللي مش عارف القانون بينص على ايه سيادة المستشار يقول لنا قانون التصالح ينص على ايه قانون التصالح يعني زي ما وصيد احمد اتكلم وعايزين نقول حاجة مهمة جدا فيه مزايا للمواطن والدولة اولا بمجرد تقديم طلب التصالح والحصول على شهادة من اللجنة انت بتوقفي كل المنازعات القانونية اللي بنتك من الدولة نمرة اتنين وانا بشتري شقة مخالفة بيكون تمانها مئة الف جنيه ولا مئة الف جنيه في نفس العمارة في شقة مرخصة بيكون تمانها خمسمائة وستمائة الف جنيه فانا استفدت من رفع قيمة الشقة او رفع قيمة العقار او رفع قيمة اللي انا بتصالح عليه نمرة ثلاثة محصلات التصالح ها محصلات التصالح هتستخدمها الدولة في البنية التحتية مفيش حد يعني هيحط حاجة في جيبه اكيد ده كمان قلنا انه هو كله هيروح لبناء وبناء المدارس ايه الذي لا يجوز التصالح عليه ايوه دي نقطة مهمة موجودة مع المشار اللي ايه اللي انا اجاب لحالة مرفق ورق معايا ايه الحالات اللي لم يتم التصالح عليها لكن لا يجوز عليها التصالح والحالات اللي يجوز عليها التصالح وايه الاوراق المطلوبة وتبدأ بملفك ازاي وايه تقدر تعمل خطوات بتاعتك ازاي لين انا حضرتك زما قالت ذكرته سيدة أميرة انا احد شباب المجتمع المدني اللي موجود داخل حيشا ميت أنا بس هقول للإعداد للشباب اللي معنا يحضروا لنا السور اللي انتوا قدرتوا تجمعوها الأستاذ أحمد إلي هلالي أثناء خدمته للمواطنين والشعب اللي هم بيطلبوا منه بيروحولوا لحد عنده بيقولوا له دبرنا حللنا اعمل لنا كذا اعمل لنا كذا وده دور كل واحد فينا في المجتمع المدني اتفضل حضريك أستاذ سحيح تمام يا فندم أنا هشرح بس ملف تفصيلي يا ريت بس الأستاذة المشاهدين يتفضلوا ويتابعوا معايا لأن الخطوات دي مهمة جدا أنا قمت أنا اشتريت بالشهر دي زي ما نقولت كده أتكلم على حل التغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو من سكني إلى إداري أو من سكني إلى مغزن أو من سكني إلى إداري هذكر كل الحالات دي هو في كل الحالات أنا بجيب صورة الععد بصور الععد ده صورة رقم واحد صورة البطاقة رقم اثنين صورة الععد والععد ده قالت ملكيته عن طريق مين أنا شاري من مين من جمعية ولا من شخص ولا بععد باسمي ولا بتوكيل أجمع أربط التسلسل بتاع العود خلصت ده ده الملف اللي بيتقدم للحي زائد أن أنا بقدم معاه صورة إصال كهرباء أو أصل إصال كهرباء أو مية أو غاز أو كشف مستشمالات اللي هو الضرابة العقرية أو سجل تجاري تفيد إن ارتكاب تغيير النشاط من سكن التجاري قبل القانون لو قبل 5-4-2017 ليه بقى؟ لأنه ما ينفعش أن الصادر القانون القانون صادر السيدة الاسمالية والسادة الوزير والسادة الاسمالية والسادة الاسمالية خلالي في الداخل حي مدينة نصر بيقوم بخدمة المواطنين أهالي منطقته بلده تمام يا فرد؟ أنا الملف بتاعي قانون التصالح أولاً لازم يكون أنا صورة بطاقة مقدمة الطالب مش صورة الملك القابل مني بمعنى أنا اشتريت أنا آخر مالك للشقة وأنا صور ارتكبت المخالفة أو شاري المكان وعليه مخالفة أو قردي المكان نفسه يكون مخالف مش شرط مين اللي ارتكب المخالفة أهم حاجة يكون عندي إثبات المخالفة بتاعي وفي بعض الإثباتات بتيجي أهم أورادي بوفقه في الحي عن طريق المركز التليكولوجي تمام؟ لكل واحد تابع الحي فيه أو كل واحدة محلية تابعه في أي محافظة أو في أي مكان في مصر طيب خلصنا احنا كده الجزء الأولاني الخاص بالحي ده المستندات اللي مطلوبة مني وانا رايح أعد الملف في التصالح طيب مش ما معنديش يصال كهرباء عندي منطاية الهجانة دي منطاية كبيرة جدا ومعظمها ممارسيات ومعظمها ما فيش عددات وكلام ده كله يبقى نستكفي مؤقتا بصورة البطاقة وبصورة تسلسل الملكية اللي هي العودة الملكية اللي هي العقد أو الحجة أو ما يفيد ان انت مالك أو مستأجر بالكلام ده كله يكون على أختهم في أحدث في أحدث قرات معالي رئيس الوزراء التقديم بصورة البطاقة أو أي مستند دل على الملكية حتى لو كان عور فيه تمام يعني حتى لو العاد حتى لو كان العاد ما علاش ساعة توقفية والناس مرحابة بالحاجة زي كده على الفكرة وكمية الأجبال في حي شارع مدينة نص ده ما يرضى عليك صور كمية غير عادية يعني الناس مرحابة بالقانون ده مليون وربمائة ألف تقريبا يعني مع المشهور كمية غير عادية بس نقصنا ايه؟ التنظيم والوعي وأنا طبعا في وسط كلامي هقدم الشكر لسيد العميد أحمد أنور رئيس حي شارع مدينة نصر لأن الراجل ده بصراحة موجود بالصفة مستمرة ده آخر وخارج المركز وعلى القزينة وبتكلم مع المواطنين وبشرح لهم ويعني بصراحة يعني مجهود غير عادي بيبزلوا فيه صور معنا لسيدة لواء أحمد أحمد والسيدة مرفة مطر دي السكرتير عام رئيس حي شارع مدينة نصر والسيدة الموظفين جميع أنت تتخيل يا فندم أن جميع إدارات الحي بتشتغل في بلف التصالح والحد الساعة كام؟ الحد الساعة 7 والساعة 8 وأيام الخميس والجمعة وقالها رئيس الوزراء أننا فاتحين الأبواب وبنسعى أننا تحمل كاتب قولي ده خدمة أنا كمواطن مصري في خدمتي آه الدولة تستفيد بس الدولة تستفيد 1% أنا كمواطنة تستفيد 10% وأنا بتكلمك أنده عن نفسي إن أنا استفدتوا من نفسي أنا شتاعت الشقة ديت بسيه زي ما احنا قلنا بمئة ألف أنا النهاردة قيمة السوقية بتاعت شاعت ديت بمئة ألف طيب هخرج من المئة ألف دي كام؟ 20 ألف جنيه يبا أنا استفدت 80 ألف وستفد إيه كمان؟ موقفي القانوني المرافق بتاعت دي خلتت بشكل نظامي بعمدي رخصتك مكاني ما يفيش أي حد يضري يستغل الفساد عندي يبا أنا كده حربت الفساد أمنت ولادي أمنت مستقبلي وأيضا كل الغرامات الغرامات بتشغل والأحكام بتشغل بما يتم محاسبتها داخل مبلغ التصالح يعني أنت لو رحت دفعت 10 ألف جنيه غرامة في أي قضية أو في النيابة العامة المبلغ دوت وإنت كان التصالح بتاع هيتخسم من القيمة حتى لو حضرتك في ملف في التقنين موجود يعني أنا عندي جهتين بترخص قانون التصالح وقانون تقنين لو أنت مقدم في التقنين ملفك متمرفوض ودافع لـ 20 ألف جنيه اللي كانت أب كده بتتدفع أو دفع أي رقم أنت من حقك تسحب الملف وتعمل له تحويل يعني تعمل له تحويل على ملف التصالح والناس في الحي بصراحة شغلين ومعندهمش أي مانا شفت الموظف اللي في حي أو المسؤول اللي في حي اللي بيشوف شغله الناس بتشيت بيه زي؟ بتشيت بيه بتشكره لكن يا فندم أنا لتصعب صور عندي عميد أحمد أرهر وموظفين الحي أنا أكلم حضرتك وأقول لك يا فندم شكر لي بيستغلوا يا فندم الحاجات دي كلها يقول لك لا أصل الاستمرار بـ 500 جنيه في الأول فيش الكلام بالاستمرار مجاني وكتابة الطلب مجاني وأنا أجاي في الجماهير في بعض الموظفين بيستغلوا بساطة بعض الناس عدم معرفة بعض الناس وبيتم استغلالهم عشانت لو مش عارف حقوقك أي حد أنا عايزة بس مع المشار أشرح بس الملف دوت لدي الوقت طبعا إحنا زي ما احنا قلنا أنا عندي ملف التقدم الطلب التصالح ده مقاسم لشقين شق حي وشق هندسي اللي هو خاص بالنقابة وخاص بالمواطن السل الشاري وأنا بصراحة كمواطن مصري بسيط أو كمواطن مصري مقتدر أو كأي فئة من فئات المواطن المصري أنا بناشد تاني قرار وبقايد قرار رئيس مجلس الوزراء إن حضرتك أي مهندس نقابي أو استشاري من حق أن يعمل ملف ليه النقابة قفلت النقطة دي يا فني نقطة كبيرة جدا نقابية كده أنا أربطوا للإستشاريين بس أنا عايز ليه حضرتك كده بتحطيني كسوق السوداء مع الاستشاري ليه ليه بتحصرني كده أنا عندي لو عندي ألف استشاري عندي 90 مليون نقابي طب دي الوقت اللي موجود على الساحة وكمية الطلبات دي كلها وأنا النهاردة ما أقدم ملف الاستشاري يعدني شهر طب أنت في كم طلب طب أنا عندي المهندسين دول مش مهندس والنقابة معترفة بيه أنه هو مهندس نقابي ومعه كارني من النقابة ليه ما تحتم وإنت كده كده نقابي بتاغض المستندات عندك بتحتمدها من النقاب ليه علشان المادة الأولى من القانون اللي بتتكلم على المواد التي أو البناء الذي لا يجوز التصالح فيه هو البناء الذي يخشى على سلامته اللي فيه مشكلات فنية ما هو المهندس فنises ده نقابي أستاذ معليك بس في حاجة مع المشاريع مهندس ده نقابي وأمعه كارني ولا جاي مهندس جاي من جاي غير معلومة بس مزال الاستشاري طب احنا ممكن نوفق النقطة دي بشكل ثالث جدا نحط مهندسين الاستشاريين داخل النقابة التلاجع معاهم يبقى انت كده خفيت المعاناة عن المواطن بعد ذلك مع المشاركة كامل كلامي الملف ده مهم جدا انا ما يبقاش عندي ملف قانون التصالح الجدية بتاعتي يسير شقة فعايز بتلهجانة تكلفتها خمس تلاف جنيه وتيجي تطلب مني رقم باهز قدام ان انت تعملي ملف الاستشاري عشرين وتلاتين وخمسين والألف جنيه مظبوط لازم هنا الدولة تحط سقف بالزبط سقف يا فندم رقم محدد تلزم انت بتخالي فندم فئة المواطن اللي موجود في عزبة الهجانة ده ما عيشته عاملة ازاي دخلوا عاملة ازاي اللي عامل ولي 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 وفني يا فندم بصر كلها كمواطنين دلوقت احنا طالعين من ظروف كورونا وحاجات كتير جدا لازم نرعيها ليه ما نحطش ايدينا في ايدين الدولة والمهندسين تناشد نفسها وتناشد النقابة وتقلل قيمة التكلفة النقابة بتاخد رسوم مثلا 1000 جنيه على التغيير النشاط وعند انا بدفع مثلا 1000 جنيه او 2000 جنيه على سعر المتر 1100 جنيه لمنطقة تنحيل عاش او مهي تنصر عاملة اللي هو التحقيق من ساكن تغير وعلى حسب عرض الشارع عشان انا كسة الاسعار ديت انا هتكلم على الحالة بتاعتي انا دفعت 1100 جنيه في المتر اتحساب لي ان انا دفعت 15% وقمت اتصالها اروح اتفع بقى اضرب في 3 او 4 عشان اعمل ملف هندسي ما عنده حق يا فندم عنده حق يا زيدي لازم تكون في رقابة لان انا ما يبقاش مطلوب مني رسومات 40-50 جنيه ولا مع الرئيس ضد الدولة ولا مع الدولة يا فندم لازم كلنا نبني الدولة المصرية ونكمل في بنائها ولا نسمح لاحد يستغل ظروفنا زي ايام حركة الكورونا الكمامة وصلت فيهم ب10 جنيه و12 جنيه واحنا بنستضر الزمات نمدي فيها فلوس للأسف بعض ضعاف النفوس احنا عايزين قرار انا بس مش مواجه كلامي لكل مهندسين لان فيه مهندسين بصراحة مفيش تعاملين بيقللوا المبلغ وبيقبالوا حالياته وبيمشوا الدنيا احنا عايزين نواجه رسالة للرئيس الوزراء الرئيس الوزراء قال الكلام ده ليه ما اطبعش كلام كلنا رئيس الوزراء يتم تحديد سقف لأتعاب المكاتب الاستشغال نمر اثنين بنطلبه بارجاء وتأجيل المدة مرة تانية مش لنهاية شهر اكتوبر احنا بنستسمحه ونواجه المناجدة للرئيس على تفكير ولانه ضغط كتير المكاتب لا تخلع يوميا 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 السواء بتاع يوميا انا بتعمل تقريبا بغدم فوق الالفين او تلات تلاف مواطن في اليوم طب نكمل الفكرة بعد إذن انه يتم مد المدة لنهاية العام الحالي لزروف كورونا لانه كورونا تعتبر قوة قاهرة مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم والعوضوع الاقتصادية نمر اثنين بنجده انه ممكن يتم تخفيض المبلغ الاولي اللي هو 25% مقدم جديد التصالح ل 15% للتسهيل على المواطنين اللي خارجين من ظروف وعمالة منتظمة غير منتظمة وغزة طلب منقبول طبعا نمر تلاتة التقسيط على ثلاث سنوات بنتمنى بنتمنى ان يكون التقسيط على خمس سنوات ده كان سؤالي على البشر ده كان سؤالي لو فيه حد عالز صالح بس ما عندوش الامكانية الحالية سانيا وانا اضيف لحضاك برضو نقطة وللسيدة المشاهدين انا عندي دلوقتي قرار رئيس مجلس الوزراء قال لي لا يعني هيدفع 25% جدية وبعد كده اللجنة هتنزل اللجنة بعد فصل اللجنة بالقبور الرفوض لو اللجنة قامت بيقبال الحالة ووافعت على الملف هو هيشله 25% في حالة الكاش يعني بدلا ما 25% هيبها 25% وانا مش عايز اتكلم في الرقم ده انا شاف الرقم ده بسيط جدا انا من وجهة نظري دي قمة السوقية فندم بتاعت الشقة اللي موجودة في حزب تلاجينا انا بيكلم ساعات تكاوت ومناشد دول اهلي وناسي انت شاري العقار ده وعارف انهم خالف طبعا وشاري الشقة دي على حيبها وشاري المكان ده وعارف ان المكان ده لايسوا قمة السوقية زحلان ليه بقى لما اقولك تعال صلاح عليه وحط عليه يا سيدي شوية ايه عشر تلف فقمت الشقة شاري الشقة تتخالي يا فندم ان معظم التجار دلوقتي طب ما احنا كده يا فندم مين اللي عليه التصالح صاحب العقار نفسه ولا الباني المقاول اللي بانا ولا المساكن دي حاجة تتوفق ما بين المالك وما بين صاحب العقار اللي اتنين مع بعض مشتركين في النهضية اللي يا فندم بص يا فندم صاحب العقار باني وعارف ان هو باني مخالف واللي اشترى منه مرجعش للا الترخيص هو عارف انه مفيش رخصة فندم هم الاتنين مشتركين ان العقوبة ان العقوبة على باني العقار تمام طب تعذر وجود باني العقار وكان مسافر كان اي توفى اي زرف حصل مالك الوحدة هو اللي بيقدم طلب التصالح عن الوحدة طيب نمر اتنين احنا بنطالب ان يكون في في اللائحة التنفيذية لهذا القانون نص ملزم نص ملزم ان يعود صاحب الشقة على مالك العقار بقضيه اللي يسترد القيمة بتاعتك تمام ده مهم جدا علشان فاطر نمر اتنين نمر اتنين منطالب الرئيس مع حضرتك هنكمل حضرتك احنا واجدين ابروه من القناة دلوقتي انا خدت ابروه بمدى عشر دقيق مع حضرتك سيدة المستشار مع حضرتك نمر ثلاثة احنا بنطالب الرئيس عفتاح السيسي والرقابة الادارية بحصر كل المهندسين الاحياء الفسدة مش كل الناس بس من افسد ومن ساعد على احتلال العشويات للمجتمع المصر ان يتم معاقبته وايضا تتبع امواله لان ده هيدر على الدولة المصرية مليارات ثم هو فاعل اساسي وشريك اساسي في هذه الجريمة في هذه الجريمة جايد تفضل مع حضرتك نكمل ملف دلوقتي فاندي بالشقة التاني بعد ما كملنا ملف الحيو وشرحنا الملف الهندس الملف الهندس ده عبارة عن ايه عن رسومات الهندسية على ارض الواقع على المخالفة على الطبيعة بيجي معاك مهندس من المكتب ينسي بتعامل معاه بتطلع معاه الشقة أو المحل أو النوع المخالفة اللي كانت موجودة ايه بيرسمها على الطبيعة ولازم اعتمدها وعليها ختمة من النقابة لان المهندس لو عمدش كده وعمل رسومات الهندسية عن طريق رسم قديم أو عن طريق المكتب يتحبس يعني ما لقش لازم يتضرر هيرجع عليك هتقابل المشكلة دي امتا هتقابلها وإلى مبلغنا تيجي تفحص عندك طب مقونات الملف احنا قلنا رسمات الهندسية مختومة عايزين بس الكاميرا بس توضح ماشي نستأذن وستاذ محمد نمي نسوم على الورع عبارة عن تقرير فني سلامة المبنى شهادة عن السلامة الانشائية النقطة الحسابية ومش كل الملفات بحتاج فيها النقطة الحسابية ومش كل الملف الملفة ده بنسبالي عن خمسة وارضي طب أنا عندي ستة وارضي ودور السادس ده مخالف لازم يتعمل حاجة اسمها كورتست طب أنا عندي لو عمار ما فيهاش رخصة خالص لازم أعمل حاجة اسمها كورتست ان أنا أخذ عينة وحللها وقول الكلام ده آمن الراجل ما أول ده فاهم ما هو عملي طب أنطلع خمسة وارضي جير حط ستة وارضي طب هل الأساس ده حامل يبقى أصبح دلوقتي انت كمواطن مستفيد من كل الحالات بتتطمن على أمانة الأمور عندك وسلامتها وسلامتها وبترفع قيمة شرائية وبترفع قيمة السوقية لشاقتك وبتحدد معاك المرافق بتاعتك بتقدر تتعامل عليها بشكل مباشر ابنك داخل مدرسة بتحتاج لقصة القرابة بتحتاج أي بيانات يبقى أحنا أصبح دلوقتي القانون ده في صالحة كمواطن قبل ما يكون في صالح الدولة أنا ده من وجهة أنا كمواطن بتكلم عن نفس القانون ده في صالحي قبل ما يكون في صالح الدولة طيب إيه الخطوات اللي بتتم عشان نعمل الملف دوت والإيه الأوراق المفروض إن أنا أعملها في الحي أنا جاهل لحفظتكم برضو الكلام توضيحي بالكلام ده والشرح توضيحي أول حاجة أعملها بعد ما بكامل الملفات ديت الملف ده بيكمل معايا أولاً هنقدم بغض النظر عن الملف الهندسي هقدم صورة البطاقة وقلنا صورة العق مرفق معي سكر رابع من وجد مع كتابة الطلب اللي هو الطلب ده أول حاجة بعملها بخش على الموظف بقول لو صباح تديني طلب بيديني طلب وبيديني إقرار الطلب ده بيقول لي بيقول أن أنا عايز أعمل تصالح عايز أتصالح على الوحدة بتاعتي وبتحدد فيها نوع المخالفة بتاع الحقيقي إن كانت مباني إن كانت كم دور السبع وأرضي ستة وأرضي خمسة وأرضي منزل عقار محل ردود روب روز كل ما هو قمت بمخالفتك أستاذ أحمد حضرتك وإنت بتاع من الملف ما دفعتش أي حاجة أنت السمراء دي مجانيا بنأكد مجانيا أي مجانيا أي مجانيا أي موظف يطلب منك مجانيا والخدامات جوالحي مجانيا أي فلوس بنتفحها بنأخد باقي صلاة حاجة ملف يقولك ده تمن الملف عشان تفتح ملف تصالح أو نديك الاستمارات خمسمائة جنيه أو ربعمائة جنيه أو الكلام اللي أنا سمعته كتير من شكاوي وجايلي على الصفحة رسمية مفيش يجيب لي حالة واحدة متصورة ومفيش أنا عن نفسي بالكلام عن نفسي أنا مدفعش حاجة لحد تمام ومش هدفع أدفع ليه رقم العقار طبعا عندي مناطق مفيش رقم عقار أكتب الشارع بتاعي واسم الشارع برضه ومنطقة ايه يعني عزبة الهجانة أكتب عزبة زمديت ناص منطقة العشر الستة التمنى سقر وكريش السويسري الحقي العاشر كل مناطق أكتب فيها طيب هنا الأعمال المطلوب التصالح عليها إيه هي أنا عندي تحويل من ساكن تجاري أكتب تحويل من ساكن تجاري عندي مخالفة شقة أكتب مخالفة شقة ولازم أضيف فيها العنوان بتاعي منفصل لأنه لو عادش كده الطلب بيترفض بيرجع هو مش بيترفض طبعا الموظف بيندي عليه بيستكمل معال الطلبات بس ليه أنا ضيع الوقت ضيع وقتي وأنا عايزة أنجز منزل تحت بكتب إجمال المساحة المطلوبة ودي نقطة بتقابل فيها مشاكل مع بعض الناس فيه ناس بتحب كده تتكلم من دمخها أنا العاد عندي 100 متر وحاطت 50 متر عشاء اضحك على الدولة طبعا عندي لجنة هتنزل لجنة هتنزل طب إيه رجنة هتنزل عندي مكتوب فيه 120 متر مع المشهر وهو القيمة اللي موجودة على الأرض والواقع 80 متر اللجنة هتقسم 40 متر دول من 75% يعني حتى لو أنت دافع على 80 وانت مساحتك أقل من كده لا اللجنة هتنزل لك طيب كتبت دي أهم حاجة أثبت نوع المخالفة واثبت رقم العقار ايه أو اسم الشرع ايه والمساحة هات دي ايه وعرض الشرع هات دي تمام ليه التحديد كمت المتر أو كمت سعر المتر للتصالح هو بيتحدد من تلك من تلك عرض الشرع والمنطقة بتاعتي والمخالفة بتاعت اللي أنا قمت عليها أقدر أقول له النهاردة سعر المتر السكني بتحويل التجاردة بسعر مباني حياثبت لها الجنة بسعر فيه قرار أنا انبسطت بيه جدا كمواطر مصري في راح أتكلم فيه ساد رئيس الحي شرع مليئة نصر العميد أحمد أنور انت تعال فندم كان سعر المتر التصالح موجود في عزبة الهجانة بألف جنيه النهاردة سعر المتر لحظة واحدة فندم أوضح لك السور مناطق تبقى عالي النهاردة ساد العميد أحمد أنور اتكلم مع سادة مسانين وتوصل معهم وصل سعر المتر 150 جنيه طيب نزلنا وكل الكلام ده كله أروح أنا كاتب اسمي في الملف تحت الاسم بتاعي رباعي وموضح تحتيه رقم بطاقتي ولازم من رقم بطاقة يكون ساري والصفة بتاعتي هل أنا مالك ولا وكيل السادة المحمين أو السادة المنسين يبقون لازم يكون لو وكيل يكتب رقم التوكيل بتاعه العقار رقم كذا الحي اللي تابع ليه مدينة نصر مثلا يكتب مدينة نصر سواجي بندخل كل البيانات المحافظة بتاعي المحافظة بتاعتي يكتب محافظتي عنوان المرسلات اللي أنا هرسله عليه تحته يوقع على الطلب يكتب رقم التليفون دي الخطوات اللي أنا قمت بيا بمضع لإقرار بتاعي عندنا بين قسين تغيير استخدام يعني أنا بأكتب إقرار أقر أنا أحمد جمال السيد إن أنا مثلا عند الموعة المخالفة يتغيير استخدام أغادوش تغيير استخدام معنا فيديو على الهوى يا فندم وحضرتك بتستقبل المواطنين بتعرض لهم نفس الخطوات بناء بدون ترخيص بكتب ناء بدون ترخيص أعلم أعمل دايرة وكتب عنا العقار رقم كذا وشارع كذا ومنطقة كذا وبنزل تحت بدون اسمي مع التوقيع بتاعي برضو اسم كامل بلاش فورمة مع رقم القوم بتاعي مع رقم تليفوني كده الخطوة الأولى بالنسبة لي إيه انتهت بقدم الملف بتاعي للموظف موجود على الشباك بقول تفضل أفد الملف بتاعه مع الإقرار مع صورة البطاقة مع صورة العقل وصل مرافق لو موجود الأوراق بيتي الأوراق تستكملها بعدين بس تبادر بسرعة إن القانون دا في مصلحتك طب يا فندم إحنا دلوقتي علشان ديقل وقت زي أنا حضرتك قلت في حاجة بعد كده الخطوة اللي بعد كده نكملها بيروح الموظف سابل منك الطلب وبراجع لها البيانات معاك صحيحة بيروح عمل لك حفظة بياخد هو من الطلب بتاعك مساحة البيت قدية أو المحلة قدية بيدون عليها السعر بتاعه وبعد كده بيديك حفظة مختومة ولازم يكون تراجع لنها تكون مختومة وعليها رقم البنك تطلع على الخزنة هيديك إصال لا الأول تروح للبنك بعد كده ترجع من البنك لو معاك فيزا ممكن تطلع على الخزنة بتاعت الحي اللي موجودة فيه أكتر من مكان مخصص في الدفع لو في حالة معاك فيزا ما معاكش فيزا هتاخد الورقة المختومة دي وتطلع بقى على أي فيه برقب بنك معينة أما محددنا بتدفع فيها وبتجيب إشعار مختوم من البنك موجه للحي بتخش تاني على الخزنة تدي الإشعار دوت للموظف الخزنة هيديك الإصال الأحمر بتاعك أو هيديك الحفظة المتطبعة بالإصال الأصفر هتاخد الحفظة المتطبعة للإصال الأحمر فيه إصال أحمر وفيه إصال أصفر وفيه إصال أبيض التلات إصالات دول هتاخد انت حقيق الإصال الأحمر أو هتاخد إيصال البنك الاتنين بيحلهم حل بعض سوى إيصال الأحمر أو إيصال البنك وبتاخد اللي هو الحفظة المتدبسة معها ورية الحفظة اللي أنت دفعت بيها مع الإيصال لصف وبتحطهم بترفيهم في الملف لأن الملف بيكون معاك وبترجع تاني لموظف الشباكة تقول لتفضل يا فندم أنا عايز أدخل واخد اللي هو رقم الاستعلام مختوم اللي هو الرقم ده طيب أشكرك يا فندم وأنا فعلا عايز أطول لازم تبقى ماشي من الحي ومعاك رقم الاستعلام ده ليه رقم الاستعلام ده مهم جدا سوى الورقة عليها ختم أو معلاش ختم لازم أخذ رقم الاستعلام بتاعي لأنه هو رقم الاستعلام بتاعي اللي بكمل بالملف بعد كده طيب بعد كده بقدم على حاجة اسمها نموذج رقم ثلاثة اللي هي الشهادة قرر رئيس مجلس الوزراء قال لك إيه مجرد ما بقدم الطلب دفع الجدية بتاعته لازم تديله الشهادة لنموذج رقم ثلاثة دي طب ان الشهادة دي بتنفعني إيه كأنا كمواطن لو عندي حكمة في المحكمة بيوقفولي لو عندي غرامة بتوقفولي لو عندي قرارة إزالة بتوقفها لي عندي أي حاجة بتوقفها لي باجي بعد كده بخلص الطلب بتاعي دوة الشهادة بيروح اللجنة الورق ده كله طالع عمله حاجة اسمها نموذج رقم خمسة ويتصدر للجنة فوق بتيجي اللجنة بعد كي تعمل معاينة وبتقدم بتتصل بيك وتواصل بيك بيطلع لك معاينة وبيطلع لك بيحدد معاك اليوم اللي هطلع لك فيه الكلام اللي احنا قلنا دوة لغاية طيب ده الطلب العام هو حاليا بيتكتف انت عايز تطلع على الملف بتاعك أو عايز حاجة من الملف بتاعك أو استيفا بتكتب حاجة اسمها طلب عام وتثبت فيه استاد رئيس حي شار ميهة نصر او استاد اي حي انت تابع دي رجب استادكم وفاقة باعطائي نموذج ثلاثة او اعطائي صورة من الملف او اعطائي شهادة او اي استيفا مطلوبة من اللجنة بتاعتك لازم ترد على التلفون بتاع اللجنة واتبعي الاستيفا بتاعك طب انا كممت الملف بتاعك كده انا بيت عملتي بقى امنت مستقبلي امنت ولادي حياتي بيت مستقرة بقى عندي رخصة في مكاني يبقى ده المسيحة اللي في النهاية بتوصلها للمواطن ان هو في النهاية خالص قانون التصالح في صلح اكيد يا فندم انا دلوقتي القانون دوة زاد محلي انت يعني يعني محلي بدل ما يجيلك على الوصل مخالف تجاري لا هيجيلك محل تجاري مفيه بعد البرندات والشركات انا مش عايزة اسكر رسامل طب احنا يا فندم نرجع تاني ونعمل حلعة تاني لان انا عندي برامج ورايا طب انا عايزة اضيف النقطة الاخيرة دي اتاخل نقطة معلش انا في الاخرة جايني فيه المواطنين انا جالي اتصالات اصلا انا ما عارف تشاهد ولا اتصال مش عايزين مش عايزين ندي وادننا لأي حد مش اي حد يقول اي شاع احنا نروح وراه اه طبعا القانون يا فندم منصش على 2008 ولا قالك قبل ولا بعد القانون واضح قدم وقدم ملفك وفع الجدية بتاعتك وعيش سليم وفي الامام وطلب بكل حقوقك امان يا فندم انا بشكرك جدا في نهاية اللقاء بشكر حقوقك اهي دي نموذج رقم 3 ده نموذج رقم 3 ده ده مختوم ده بيوقف علي الحكم بتاعي ويديني صراحية القرار اللي الزادة بيقف لي ما فيش اي حد يقدر تعمل معايا لحين بدت فصل اللجنة بالمقف ده النموذج ده مختوم باسمي انا مبسوط جدا من قانون التصالح ومرحب بقانون التصالح ده بكل مميزاته وفي النهاية خالص لعنا من حلقتنا ان ده احا استاذ احمد احد الراغبين في التصالح مع الدولة بيأكد ان قانون التصالح في صالح المواطن اللي هو استاذ احمد بشكرك جدا يا سيادة المستشار انا اسفة جدا انا عرفة وعندي اتصالات وعندي حاجات كتير جدا بس ان شاء الله هنصق مع حضرتك حلقة ناخد كل التليفونات ونرد على كل الاسئلة الملف اللسه مفتوح الملف كبير بشكركم مشاهدين الكرام وانتظرونا في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم الصالون الاميرة